اشتركوا في القناة 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 في خدم زخم قوي ومتين لعلاقات ثنائية تاريخية ومتجذرة بين البلدين بمقر رئاسة الحكومة البرتغالية استقبال خصص لرئيس الحكومة عزيز اخنوش الذي يرأس وفدا هاما يضم عددا من اعضاء الحكومة قبيل انطلاق هذا الاجتماع جلسة عمل بين رئيس الحكومة عزيز اخنوش ورئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا كانت مناسبة اشاد فيها الجانبان بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين منذ سنين طويلة مع الرغبة لتطويرها اكثر لتشمل مجالات اخرى خاصة وان البلدان الجاران تحكمهما روابط قوية وتؤثرهما الشراكة استراتيجية اجتماع رفيع المستوى يشكل فرصة لتعميق الشراكة للدفع بعلاقات ثنائية الى مستويات اعلى تجسيدا للرؤية الملكية الرامية الى جعل البرتغال ضمن الشركاء العشر الاوائل للمملكة تعاون بناء يترجم اليوم من خلال التوقيع على 12 اتفاقية تهم مجالات العدل الحماية المدنية السكن العالم القروي الاستثمار في الصناعات الثقافية والفنية التضامن والادماج للجماع والاسرة الصناعة التقليدية السياحة البحث العلمي البيئة والتنمية المستدامة الشباب والمرأة الاستثمار والمجال البحري رئيس الحكومة عزيز اخنوش ابرز ان هذه القمة هي فرصة للاحتفاء باواصر الصداقة وتكتسي طابعا استثنائيا يتمثل في اعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع اسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030 منوها بموقف لشبون الداعم للوحدة الترابية للمملكة ودور البرتغال الداعم للمملكة داخلها يكل الاتحاد الاوروبي هذه الدورة عندها طابع استثنائي كونها تجي بعد حدث اللي هو مهم كيتمثل كما اعلن ذلك صاحب الجلالة في تقديم المغرب والبرتغال الى جانب اسبانيا لملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم لكورة القدم 2030 بما يحمله هذا الترشح من دلالات رمزية للتقاوب التقافي والانساني بين هذه البلدان كنشكر كذلك البرتغال على موقفها الإيجابي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الداتي باعتبارها حل جدي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لتنضاف بذلك الى مجموعة مهمة من الدول الاوروبية الداعمة للموقف المغربي ومناسبة كذلك لشكري الحكومة البرتغالية على الدعم اللي كتقدمه للمغرب داخل هياكل الاتحاد الاوروبي خاصة بعد الموقف الغير المفهوم لحركته بعد الجهات في البلاد الأوروبي ضد البلاد دينا المغرب والبرتغال بلدان جاران تربطه مع علاقات قوية وذات تأثير في حوض البحر الأبيض المتوسط قررنا رفع العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون في العديد من المجالات بلدان لديهما فرص كثيرة للتعاون على غرار النقل البحري والجو والطاقة وتعزيز التعاون في مجال الشباب والعمالة والبحث العلمي والصناعات الثقافية 12 اتفاقية التعاون ترقى بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي هو جيل جديد في ظل عالم يشهد تغييرا كبيرا وسريعا لسيما بلدينا ومجتمعاتنا والاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعناها اليوم ستتمخذ عنها نتائج كبيرة طبعا تكلمنا عن بعض التحديات التي يجد مشتركة بين البلدين فيما يخص تأثيرات تغييرات المناخية خصوصا في المجال المائي فتكلمنا بغينا نكتفو التعاون في المجال المائي في تحليل المياه البحر ونقل الماء في البلدين علاقات مهمة للتعاون بين المغرب والبرتغال في مجال الطاقات خاصة أننا نواجه نفس التحديات ونحتاج لانتقال طاقي يخدم الطاقات الكهربائية مما سيخلق فرصا صناعية جديدة أهم النقاط لنقشناها هو المجال الجيل التورات الذي نعتبره مهم جدا بالنسبة لنا في المغرب وتبادل التجارب في هذا المجال وفي المجال للصناعة التقافية تبادلنا الخبرات فيما بيننا خصوصا وأن لنا تاريخ مشارك سنحتفل بمرور 250 سنة على علاقات الصداقة بين بلدين وهو ما سيفتح لنا الطريق للعمل معا على مجموعة من المشاريع اتداء من شهر يونيو المقبل ندخلنا في مرحلة دقيقة تحديد الكفاءات الخص لأن هناك طلب في البرتغال لكي نرى كيف نضمو هذه العملية بشركة مع الحكومة البرتغالية في خدم دينامية قوية تميز العلاقات بين الرباط والشبونة يأتي انعقاد الدور الرابع عشر للاجتماع رفيع المستوى البرتغالي المغربي والمنتدى الاقتصادي بين البلدين ليجسد مرة اخرى متانة العلاقات التي تجمع المغرب والبرتغال تاريخ مشترك يجسده التقارب الثقافي والتاريخي والجغرافي الذي يجعل من المملكة حلقة وصل بين قارتين وبوابة نحو افريقيا من الاشبونة للأولى سامير بركة ونادي المدن وتوجت اشغال الدور الرابع عشر للاجتماع رفيع المستوى المغربي البرتغالي باعلان مشترك فيه اشادة باصلاحات عديدة يقودها جلالة الملك ودعم متجدد لمبادرة الحكم الذاتي وكذا اتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة حسين حانشاوي ويوسف مزياني الاعلان المشترك الذي توجه اشغال الاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى جددت خلاله البرتغال دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تعتبرها مقترحا واقعيا وجدا ومهتوقا من اجل حل معتمد في اطار الامم المتحدة لقضية الصحراء المغربية البرتغال اشادت بدينامية الانفتاح والتقدم والحداث في المغرب بفضل الاصلاحات التي تم تنفيذها بقيادة جلالة الملك محمد السادس كما اشادت بالجهود المتواصلة المبذولة في اطار الرياضة الدولية لجلالة الملك محمد السادس من اجل السلام والنمو الشامل والتنمية المستدامة داخل القارة الافريقية وتم تسليط الدوء ايضا على الدور الخاص لجلالة الملك كرئيس للجنة القدس الاعلان المشترك تضمن ايضا اشادة بمكانة المغرب كفاعل اقليمي ودولي ذي مصداقية وكلمة مسموعة وبالدور الذي تلعبه البرتغال على المستوى الدولي باعتبارها دولة منفتحة وفي حوار مع مختلف المناطق ووسيطا للسلام وبناء جسور التفاهم ولا سيما في افريقيا البلدان اتفق على الارتقاء بعلاقاتهم الثنائية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ورحبا بغنى وتنوع تعاونهما الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك حكومة المغرب والبرتغال رحبت بالملف الثلاثي مع اسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 ترشيح يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم حيث يوحد لاول مرة دولا من قارتين مختلفة الاعلان المشترك تضمن سطابقا في وجهات النظر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك كما شكل خارطة طريق للتعاون الثنائي التعاون بين المغرب والبرتغال يتعزز اليوم من خلال التوقيع على 12 اتفاقية والمجالات عديدة تتنوع بين الاقتصاد والطاقة والثقافة والتعليم العالي والصناعة التقليدية والتضامن الاجتماعي والعدل عودة إلى الجبونة مع نادي المدن واسمير بركة حوالي 100 من أرباب المقاولات المغربية والفاعلين الاقتصاديين البرتغاليين التأموا في هذا المنتدى لاقتصاد المغرب البرتغالي الذي يشكل فرصة لتدارس الروافع التي سيتم تفعيلها بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي ترأس رفقة وزير الخارجية البرتغالي جواو جوميز كرافينهو افتتاح هذا المنتدى أبرز بالمناسبة أن قيمة المبادلات التجارية الثنائية بلغت ملياري دولار سنة 2022 حيث تضاعفت تقريبا في ظرف عشر سنوات فالمغرب هو الشريك التجاري الرابع للبرتغال في إفريقيا وكانت البرتغال الشريك التجاري الثالث عشر للمغرب والمستثمر رقم عشرين علاقتنا مبنية على الثقة خاصة أن المغرب والبرتغال يجمعهما تاريخ يصل إلى خمسة قرون لقاءات ومحادثات ثنائية متمرة كما هو الحال اليوم مع رئيس الاتحاد العام للمقاولة المغرب وبهذه الثقة أؤكد لكم أننا سنحرز تقدما في أعمالنا المنتدى المغربي البرتغالي هو منتدى مهم لأنه كان علاقة مهمة ما بين اقتصاد وما بين الشركات المغربية والبرتغالية كان 200 شركة ببرتغالية في المغرب لمستثمر وكان مجالات مهمة بالنسبة للاقتصاد كالسياحة والصناعة والتقال المتجددة في هذا الإطار تم التوقيع على اتفاقية أهم مع مجموعة فاليريوس البرتغالية تتعلق بتدوير قطاع النسيج بقيمة مليار درهم ستمكن من خلق 1500 فرصة شغل مباشرة وقعنا على اتفاقية كي تستثمر شركة برتغالية للنسيج بالمغرب بمبلغ مالي يصل إلى 900 مليون درهم وستخلق 1500 فرصة للشغل هذه الاتفاقية تدخل في إطار تقوية العلاقات بين رجال الأعمال المغاربة والبرتغاليين القرب الجغرافي الثقة والاحترام المتبادل الرغبة في تعزيز علاقات تاريخية كلها عوامل ستساهم في تحديد الفرص التجارية الجديدة وخلق شراكات مبتكرة ومستدامة في قطاعات رئيسية واعدة على غرار الصناعات والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية وتضمن الإعلان المشترك ترحيبا من حكومتي المغرب والبرتغال بالملف الثلاثي مع اسبانيا لاستضافة كاس العالم لكرة القدم 2030 ترشيح يعد سابق في تاريخ كرة القدم كونه يوحد لأول مرة دولا من قارتين مختلفتين التفاصيل مع ندي المدن واسمير بركا شغف البرتغاليين بكرة القدم لا حدود لها وكان لحدث إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتقديم ملف مشترك بين المغرب واسبانيا والبرتغال لاستضافة منذ 2030 الوقع الإيجابي لدى البرتغاليين الذين عبروا من مختلف مستوياتهم كاس العالم ليست مجرد منافسة رياضية إنها أكثر من ذلك بلها رمزية مهمة لما ستقدمه أوروبا وإفريقيا لهذه البطولة إنها تلاقح للثقافات والشعوب إنها أشياء تفوق بكثير كونها مجرد لعبة أو منافسة إنها فرصة ممتازة للدول الثلاث مما سيمكنهم من تطوير العلاقات أكثر فيما بينها 2030 يخلق أجواء إيجابية بالنسبة لعشاق ومتتبع كرة القدم إنها حقا فكرة جيدة وممتازة الملف المشترك البورتغال الإسباني المغربي يعد تحديا عظيما وأظن أنه مثال رائع للشاركة بين هذه الدول سيجمع إفريقيا وأوروبا في تظاهرة رياضية واحدة والأكيد أن هذه الدول تربطها علاقات احترام قوية ما سيجعلنا مثالا يحتذا به قيادة الحكيمة دائما كان كتبيا مدى الحكامة في تطوير جميع القطاعات ليس فقط الرياضة أو الكرة القدم بشكل خاص ولاحظنا أنه خلال سنوات الأخيرة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة أنه الكرة وكرة القدم بشكل خاص وأيضا الرياضة عرفت واحدة القفزة كبيرة ليس نوعية وإنما كبيرة جدا فضلا عن الجانب الرياضي يعد هذا الترشح المشترك التاريخي فرصة لتعزيز الروابط والعلاقات بين بلدين جارين صورة يختزلها هذا المطعم المغربي المتواجد في قلب لشبونة هو ثاني من نوعه بالعاصمة البرتغالية زبناءه برتغاليون يعشقون المطبخ المغربي الزاخر بنكهات تعكس أصالة وغنى وتنوع المملكة أعشق المأكلات المتنوعة التي يزخر بها المطبخ المغربي خاصة الطاجينة أفضل هذا المكان الذي أوضب على المجيء إليها أعلني أجيد في يوم ما تحضير الطاجينة المغربي نخدمه 8% مع مغاربة وعرب دينا وتقريبا 21% مع بورتغالية وتقريبا تاني متعام مغربي هنا في لسبون الماكلة مغربية 100% بورتغاليين وكي طلبوا أطباق مغربية كتعجبهم أطباق مغربية وأطباق عربية حسنا حكم المتعام دينا كي قدم أطباق مغربية 100% يعني كتعجبهم أطباق المغربية ترشح المشترك سيسهم لا محالة في تعزيز التماسك بين البلدان الإفريقية والأوروبية والمتوسطية والعربية حول شغف كرة القدم فضلا عن كونه يشكل فرصة مواتية لتبادل التجارب والخبرات من أجل سنمية مشتركة عالمية البرنامج الوطني للتزاود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تجسيد لرؤية ملكية ترفع شعار ترشيد الثروة المائية وحسن استعمالها برنامج يقترح حلولا لضمان الأمن المائي والنجاعة المائية من ضمنها ربط أحواض المملكة فيما بينها عبد الحميد جبران حسن سيلة وأسماء التازي مقلقة الوضعية المائية للمملكة بفعل توالي سنوات الجفاف خلال السنوات الأخيرة وضعية تتباين حدتها من منطقة إلى أخرى وهي الإشكالية التي شكلت أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للتزاود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 فأعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لربط الأحواض المائية فيما بينها وذلك للاستفادة من فائض بعض الأحواض وتحويله نحو الأحواض الأكثر جفافا طيب صاحب الجاليات سوجها من أجل السريع مشروع ربط الأحواض المائية السبو ببورغراغ وبأومربيع ونحن نعرف بأنه الشطر الاستعجالي للبرنامج لتعلق بربط حوض سبو بحوض أبيرقراق الأشغال جارية وفي المستقبل إن شاء الله سيتم إيصال هذا الربط إلى حوض أومربيع تنزيل هذا البرنامج الوطني بدأ بربط حوض سبو بحوض أبيرقراق عبر هذه الأنابيب العملاقة مع تشييد محطات ضخمة للضخ هذا المشروع يكمنه في وضع 66.7 كيلو متر من الأنابيب الفلادية بقطر 3200 ميلي متر وكذلك إنجاز محطتان للضخ واحدة بسد المنع بسابو والأخرى بنواحي القناتارة ولأن الوضع الستنائي كان لزاما رفع واتيرة أشغال المشروع تنفيذا لتوجيهة جلالة الملك الداعية إلى تسريع تنزيل محاور البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي تبلغ نسبة الإنجاز في الهندسة المدانية 44% بالنسبة لمحطة الضخة الأولى وتقريبا 60% بالنسبة لمحطة الضخة الثانية أما بخصوص الأنابيب التي يبلغ القطر ديالها 3200 ميلي متر على طول 66.7 كيلو متر تبلغ نسبة الأشغال تقريبا 25% ربط حوض سابو بحوض أبي رقراق سيمكن من تحويل كميات مهمة من المياه التي كانت تصب في البحر نحو محور الرباط والدار البيضاء تتمثل في 400 مليون متر مكعب وكمرحلة ثانية سيتم ربط حوض سابو وأبي رقراق بحوض أم الربيع لنقل 300 مليون متر مكعب أخرى من المياه هذا المشروع جد مهيكي بالنسبة لبلادنا لأنه سيمكن أولاً من تأمين تزويد بالمأسر هذه الشربة ديال المحوار الدار البيضاء الريباط في انتظار استكمال الأشغال ديال المحطد تحلية مياه البحر في الدار البيضاء نهاية سنة 2026 بداية سنة 2027 إن شاء الله ولكن أيضاً من أجل توفير مياه السقي في المدارات السقوية ديال دوكالة وأيضاً هضبة ديال تدلا والمدار السقوية ديال بنعمير التضامن بين الأحواض المائية التسعة للمملكة سيشكل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال تدبير الموارد المائية الوطنية وسيرفع من مناعة المملكة في مواجهة شبح التغيرات المناخية اليوم الثاني من زيارة المبعوثة الخاصة للحكومة الأمريكية لرصد ومكافحات معادات السامية لمدينة الصويرة هم الشقة الدراسي وما تتضمنه المناهج من تراث مغربي يهودي متنوع في المتابعة سكينة الشيمي وإيس المرافقة فصول تاريخ حافل وعريق عنوانه السلام تحكى هنا ببيت الذاكرة فضاء تاريخي ثقافي وروحي لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها يعرض اليوم صورا ونصوصا للمناهج الدراسية المغربية التي تشمل التراث والتاريخ اليهوديين مناهج تعزز من التعريف بالمكون العبري لقت إشادة وتنويها من الدبلوماسية الأمريكية بالنظر لدورها في ترسيخ مفهوم التعايش بين الأديان داخل البلد الواحد إنه جزء هام جدا من النظام التعليمي في المغرب الأمثلة التي طلعنا عليها هذا الصباح والمجهودات التي يقوم بها المغرب في هذا الصدد مبهرة للغاية هي خطوة تاريخية حققت اليوم والتي ستديح لأبنائنا بمختلف مدن وقرى المملكة إمكانية للطلاع على ما تعنيه الحضارة المغربية حضارتهم التي هي مصدر إلهامهم وما ستضيف إليهم دروس خاصة بتاريخ اليهود في المغرب تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالثقافة والموسيقى والصناعة التقليدية ومغربة العالم تروم العمل على إعداد جيل يعترف بالتعدد الثقافي ومتشبع بقيم التسامح والتعايش داخل المجتمع الواحد الذي هو مجهود ربما فريد من نوعه على المستوى الدولي وأيضا تم مناقشة بعض القضايا التي لازلت تسوجي بحضوث البرامج لكي يمكننا إجيال المقبلة تبني السلم فيما بينها وتبني الاعتراف بالآخر والعيش المشترك مع الآخرين مبعوثة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمكافحة معادات السامية أكدت خلال زيارتها الثانية للمملكة أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل المغرب بلدا مثاليا في التنوع والتسامح والتعايش المشترك زيارة تؤكد كذلك عمق العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة والتي تتميز بخاصية تاريخية منفردة منذ القدم وفي سياق منفصل شهدت جهة ضرعة فلالت إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل النساء في برنامج جسر التمكين والريادة خطوة أخرى نحو النهوض بوضعية المرأة خاصة في المجال الاقتصادي يسير العمراني ومحمد رشيد جسر التمكين والريادة برنامج يسعى إلى تسهيل ولوج نساء لسوق الشغل وتطوير المقاولة النسائية عبر مواكبتهن وتكوينهن على المستوى الترابي من أجل تحسين خبرتهن ومهارتهن في مجال خلق المقاولة ولتقليص الفوارقي المجالية هنا في ضرعة فلالت نشط نساء ضعيف شوية 15% ولكن هو 15% غير في المجال المهيكل أما هي النساء تشتغل بكثرة لكن مع الأسف المجال غير المهيكل فلها فرصة لكي نواكبه 3000 امرأة بجهة ضرعة فلالت لكي تشتغل بطريقة مهيكلة وكي تكون عندها الحمد لله في إطار الورش الملكة الحماية الشماعية عندها تغطية صحية وتكون عندها أيضا دخل وكي تفيد رأسها وكي تفيد العائلة ديالها ويستهدف هذا البرنامج النساء والفتيات في وضعية هشة بحيث سيتم مواكبتهن لبلورة أفكار مشاريع مدرة للدخل كما يتوجه هذا البرنامج إلى الأشخاص الذاتيين أو المنخرطات في تعاونيات نسائية يكون حافز ويكون برنامج الذي يستدمج فيه العديد من الشابات هذا الأخير الذي حصلين على ديبلومات وكذلك يمكن أن يكون عندهم أفكار مشاريع وكذلك من أهلين ومكونين نحن صراحة جد فخورا بهذا البرنامج الذي كانت من نوع أن تستفيد به المنطقة جسر التمكين والريادة لبنة جديدة وآلية أساسية لتطوير المقاولة النسائية ومواكبة النساء عبر برامج تكوين والتمكين والرفع من قدراتهن في هذا المجال وفي موضوع آخر نظمت شبيبة العذلة والتنمية ندوة وطنية حول موضوع تمكين وحماية منظومة الريعي والاحتكار أي كلفة اقتصادية واجتماعية تفاصيل مع حفظ الهواري وعمر أيت عيسى حاولت هذه الندوة ملامسة الكلفة الاقتصادية لمنظومة الريع على بلادنا حيث تم التطرق إلى الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها بلادنا وأكدت في المداخلات أن هذه الظرفية الصعبة هي قاسم مشترك مع العديد من بلدان العالم هذه الوضعية تخفي كثيرا من المخاوف خاصة بعد أن أعلن بنك المغرب خلال الشهر الماضي أن معدل التضخم بلغ 6.6% سنة 2022 وهي أعلى نسبة منذ عام 1992 ننظم هذه الندوة اليوم تفاعلا مع قضية اجتماعية مهمة وهي الغلاء الأسعار والذين اعتبروا أحد مظاهر ولا نتائج استفحال عمليات من الريع والاحتكار في الاقتصاد المغربي والتي تؤثر على تنمية اقتصادية في بلادنا وقد تؤثر على التماسك الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي إذا استمرت بهذا الشكل وأشارت المداخلات إلى أن مستوى ثقة الأسر تابع منحاه التراجعي مسجلا أدنى مستوى له وهناك إحساس بتضهور حاد لمستوى المعيشة لدى الأسر المغربية وأشارت المداخلات إلى أن هيمنة الريع والاحتكار على عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية يزيد من حدة الوضع ويعرقل مسار التنمية الاقتصادية ببلادنا ومن جهته نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالرباط ندوة بعنوان تنمية قدرات المجتمع المدني حول آليات وأدوات العمل البرلماني الندوة سلطت الضوء على مدى انخلاط المجتمع المدني كرفعة أساسية في الأوراش الديمقراطية الوطنية روبرتاج بعدسة حسن سيلة وتوضيب نوردين أملال تنمية قدرات المجتمع المدني حول آليات وأدوات العمل البرلماني مشروع يعزز انفتاح البرلمان على كافة فعاليات المجتمع وذلك في أفق المساهمة الجماعية في بلورة إيرادة البناء الديمقراطي للمؤسسة الوطنية ندرج في إطار المشروع الذي تهدف من خلاله أن تكون مجموعة شباب الجمعيات ويأتي هذا اللقاء ضمن انخراط المجتمع المدني في الأوراش الديمقراطية الوطنية والترافع الموضوعي على القضايا المجتمعية العادلة اليوم نتحدث عن حكومة منفتحة برلمان منفتح ولا يمكن أن نصل إلى هذه المقاربة دون أن يكون هناك إدراج أو إشتراك فعال لمجتمع المدني إذن اليوم لا حكومة منفتحة ولا برلمج منفتح ولا وصول إلى المعلومة ولا تجويد للخدمات دون أن يكون هناك إشتراك فعال للمجتمع المدني هذا الملتقى يسعى إلى رصد وتعزيز الإصلاحات الحكومية وتقييم أثرها على المصاري التنموي للبلاد ونقل نبض المجتمع وتطلعاته المستقبلية وبالرباط دائما انطلقت أشغال ندوة دولية بمشاركة أكاديميين بارزين ومتحدثين وباحثين من عدة جامعات ومعاهد مغربية وأجنبية سينكبون على مدى يومين على تقييم المخاطر والفرص التي أنتجها التقدم الرقمي في الصحافة كمجال أساسي للحياة الديمقراطية للبلدان تحديات الإعلام والإعلاميين في زمن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي موضوع ندوات وجلسات يحتضنها المعاد العالي للإعلام والاكتصال بالرباط في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الصحافة الرقمية الغرض من لقائنا اليوم هو البحث تداعيات تطور تكنولوجيا على الممارسة الصحفية بالخصوص وكذلك أثرها على بعض الإشكاليات المطروحة على المجتمع على الحرفيين وعلى المهتمين بمجال تكوين ودراسة بشكل العام الملتقى يعد مناسبة لتمكين إعلامي المستقبل من التعرف على خصائص صوق العمل في ظل إلزامية صناعة المحتوى الرقمي باعتباره وسيلة سليسة وآنية نحن نقرأ هذا الجورناليزم من أمريك سوف نقرأ مع المتطلبة الصوق سوف نقرأ مع الناس الذين لا يرونه وغيروا سوسيو لذلك هي شيئة جيدة بالنسبة لنا نقرأ البعض كامل في غيروا سوسيو وفي الاشتراكات الانفورماسية حسنا ندخلون نحن نخللون نحن نقرأ معهم على مدار يومين سيكون لطلبة المعد موعد مع عدد من الأساتد والمختصين من بلدان عدة لأجل تبادل الخبرات في مجر رقمات المحتوى الصحفي ودولياً رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس الجمعة بتوقيع طرفي الصراع في السودان على إعلان الالتزام بإحماية المدنيين وضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية ووقعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المملكة العربية السعودية على إعلان جد لإحماية المدنيين في السودان الذي يلزم الطرفين وفقاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين ومن فلسطين نتابع مراسلة حول الوضع الإنساني بقطاع غزة لليوم الرابع على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من ثلاثين شهيداً وعشرات الجرحة في ظل تدخلات دولية لوقف العدوان والتي لم تؤتي ثمارها حتى هذه اللحظات مدد عشان أنام هنا في المكان هذا فجأة صار وميض قلبت الدنيا نهار وانفجارين في أجزاء من الثانية ما فيش وقت بينهن صار انفجارين فجأة ما شفت الشابيك بالطير وإجزاز وحجار بالطير علينا سمعت سرخ الأولاد بابا بابا بسرخوا علي عارف غرفتهم بسمش قدر رحوا لهم من الغبر الموجودة في عيني زحفت عليهم زحف لحد ما وصلتهم وصلتهم لقيتهم حطي الإحرامات على روسهم بزعقوا بسرخوا بابا وهلع وخوف ورعب قطاع غزة الذي تبلغ مساحته ثلاثمائة وستين كيلو متراً مربع ويعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ويوجد به ثلاثة معابر رئيسية تسيطر إسرائيل على اثنين منهم من جهة الشمال مغلقان حتى إشعار آخر ما ينذر بكارثة إنسانية حذرت منها كافة المؤسسات الدولية يمضي الإحتلال قدماً في تضييق الخناق على قطاع غزة من خلال الحصار بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ومنع كل الإحتياجات الضرورية والأساسية من الدخول عبر هذه المعابر أكان على صعيد المحروفات التي توفر عمل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وتضمن حركة كل سيارات النقل وإمدادات الغز للمواطنين الحالة الإنسانية بدأت تتفاقم وخاصة بعد نفاذ المواد الغذائية والوقود وإعلان شركة الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن توقفها بتزويد الكهرباء ما يحرم آلاف المواطنين من التيار الكهربائي إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية بسبب تزايد أعداد الإصابات نحن لازلنا نقدم الخدمات الصحية بما يتوفر لدينا من إمكانيات محدودة ومستنزفة في إطار استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة للسنة السابع عشر على التوالي والذي أفقد المنظومة الصحية أهم مقوماتها الدوائية والإساسية بالتالي نحن نناشد كافة المؤسسات الدولية أولا برفع الحصار عن قطاع غزة ثانيا الالتزام بدعم الاحتياجات الصحية الطارئة في قطاع غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر ويدخل الأجهزة الطبية حتى لو نجحت الوسطات الدولية ووضعت الحرب أوزارها ستبقى الحالة الإنسانية في قطاع غزة متردية ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤوليته من قطاع غزة للقناة الأولى صبحي أبو الزيد فلسطين وطنيا وتزامنا مع اليوم العالمي للممرض نظم المستشفى الإقليمي ساني طرمل بتطوان حفل وفاء وعرفان تميز بالاحتفاء بأطور الصحة وتكريم المتقاعدين لما أسدوه من خدمة جليلة لهذا المجال الإنساني التفاصيل مع فنشاكل العلوي عبدالعالي جنوني ونردين أملأ هو حفل وفاء وعرفان مهدى للأطور الصحية بالتزامن مع يوم الممرض الأممي احتفال يثمن مجهودات الموارد البشرية بمجال الصحة الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين المحتجين للرعاية الطبية ليكون الاعتراف والتكريم في حق المتقاعدين ومن غادروا لدار البقاء واجب في حقهم والتفاتة تشجيع لمن ولجوا المجال من الأجيال الشاب أول شيء تكريم المتقاعدين الذين يفنوا الظهرة الحياة لهم في خدمة صالح العام وخدمة المرضى وتحفيزهم والتاني حاجة استقبال الناس الجدد وكان واحد المشعال ان شاء الله اللي غير دوز بالناس أقدم واحد أصغر واحد هذه الحبلة جاءت بمناسبة تكريم الأطور اللي ضحوا واحد سنوات من عمر ديالهم من أجل خدمة المريض ومن أجل خدمة الصحة العمومية وخصة بمستشفى السنية درمل تكريم أطور الصحة من الأطباء والممرضين بتطوان يعد اعترافا بمصار وعطاء بقيمة كبرى تجلت أقوى معانيه خلال فترة الجائحة التي لم يتوانى خلالها ملائكة الرحمة في تقديم خدماتهم للمواطنين في أصعب الظروف ليكون تكريمهم بأثر طيب على نفوس المكرمين وأصار الأطور التي غادرت لدار البقاء جميع المكونات الصحة العمومية جاءت كتفرح بينا وكتهنينا وعجبني بزاف حين كرموا إخوان ديالنا اللي توفوا يمكن بغي نشكر جميع الأطور اللي سهموا في هاتكريم ولي كانوا الترف ولا عضو ولا واحد لاباق من هاتكريم لاني مجهودات الأب ديالي اللي يرحموا اللي قد سنين في هات المجال وفي العمل دياله وفي مهنة دياله ليلا ونهارا وخلال العطل وفي أسوأ الظروف أطر الصحة من أطباء وممردين وإداريين يقدمون خدمات للمواطنين بتفان ونكران الذات خدمة للصالح العام ليكون الاعتراف بهذه الخدمات تشجيعا على المضي قدما ودافعا لتجويد العمل بما يساهم في تحسين الرعاية المقدمة لعموم المواطنين وفي إطار برنامجها التواصلي والتحسيسي السنوي تنظم وكالة الحوض المائل أبي رقرق والشوية حملة تحسيسية بالمؤسسات التعليمية للحض من حوادث الغرق بحقينات السدود وهي حملة ستمتد على مدى أسبوع وتساذف تلميذ القاطنين بجوار السدود التفاصيل مع حسن زكي ومصطفى ودعا الثانوية التأهلية علال بن عبد الله بجماعة أحلاف شكلت المحطة الثانية للحملة التحسيسية التوعوية لوكالة الحوض المائية لأبي رقرق والشوية للحد من حوادث الغرق بحقينات السدود حملة تساذف التلاميذ والتلميذات بالمؤسسات التعليمية لتحسيسهم بخطورة السباحة بحقينات السدود 控ينا تدعى أن الجروح كان هناك السيد ومع Rush للأوضرق بحقينا تبelling سحسي There was a struggle and my job too busy you never guidaring yetgin the smallsome كنا نعمو في السودود ولكن لا كنا نعرف على خطورة السودود حتى جائعوا一些 الناس و تعرضون follows and then we are caught into the beautiful نحن نمشون السدود مع الصيف حيث الحال سخونة شوية ومع البحر بعيد علينا بزاف ونمشون السدود بحال مكدا ونعرفوا ما نعومه بزاف كي غرقوا الحملة التي تطلقها وكالة الحوض المعي كل سنة تندرج في إطار فرنامج تواصل تحسيسي سنوية يروم الحد من هذه الظاهرة التي تودي بأرواح العديد من شباب العلم القروي هذه المناطق التي تكون بعيدة من المدن ومن الشواطئ لتجعل حقينات السدود من أجل السباحة مع ارتفاع درجة الحرارة وكي ينحلت غرق إذن هذه الحملة كانت وخها من خلال البتة الكابسولة التي تتوعي بهذه الظاهرة إصارة نقاش مع التلاميذ من أجل توعيتهم وتحسيسهم حول المخاطر التي تتهم حول هذه العملية اليوم نستفضل الوكالة الحوض المعي لأبي رقراق ونشكر على هذه المبادرة الطيبة لأن هذه المبادرة فيها توعية للتلاميذ لكنا نعرف الخطورة للسد والسباحة السدود بدون حماية ولكن نحن بدورنا هذا الموضوع يؤرقنا بشكل خاص ونقوم بالتوعية في كل مناسبة وضع مرسقات ولفتات تحسيسية بمحيط المؤسسات التعليمية وتوزيع منشورات وعرض كابسولات توعوية مصورة شكلت أهم قنوات التواصل مع هؤلاء التلاميذ لحثهم على الإبتعاد على السباحة ببحيرات السدود وتعريفهم بالمخاطر التي قد تدي بحياتهم وإلى الضار البيضاء حيث انطلقت فعاليات الملتقى الجوي لتراث الثقافي الملتقى سيستمر إلى غاية العشرين من الشهر الحالي فاتك حامغار وعشهر من مسعودة هي عروض فنية تراثية تجوب شوارع عملة الفداء مرسلطان كرنافال يبرز غنى وتنوع المجال التقافي الوطني معلنا بذلك عن انطلاق الملتقى الثاني الجهوي لتراث التقافي بروائع تنهل من التراث اللامادي وإرت لأجيال بصمت مكانتها ضمن التراث الشفوي الإنساني وفق منظور يستحضر الماضي ويستشرف المستقبل اختارنا لكي تكون تلقى متميزة لأننا نريد أن نبدأ الملتقى من الشارع نشارك المواطنين ندخلوا كروح الفرجة والفرح في قلوب المواطنين ونعرفهم في طورة ديالهم هي مناسبة لتتمين وصيانة وإبراز طورات ديالجهة والطورات المغربية عامة هي أيضا مناسبة لتعريف الجيل الصاعد على أهمية حماية وصيانة الطورات بشقة المادي واللمادي شهر الطورات مناسبة لتعريف بكل ما تزخر به بلادنا من تنوعين تقافي يشكل محط اهتمام للعديد من الفاعلين الشغوفين بالطورات الوطني بمختلف تجلياته والحفاظ على خصوصيته الورادية الغاية المنشودة من هذه المعارض ديالي ديال المجتمعات هو التعريف بالمعالم التاريخية المحلية والوطنية نوريهم طريقة ديال تورات ديال المغاربة السقر كيف يعيش كيف يمكننا نحافظ عليه لأنه من المحميات الملتقى التاني للتورات عرف تكريم مجموعة من روادي المجموعات الغنائية وذلك عرفا على ما قدموه في مجال اللحن والكلام الموزون والذين ساهموا في إطراء الخزانته التقافية ومن الدار البيضاء إلى وجدة حيث افتتحت بمسرح محمد السادس بوجدة فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان الطرب الغرناطية المنظمة تحت شعار الطرب الغرناطي التقاء وتعايش الثقافات محمد بلاوي رشيد العتعابي ونوردين عملاء الله الملوعون بالطرب الغرناطي استمتعوا بمسرح محمد السادس بوجدة بحفل فنيين أحيته فرق محلية ووطنية وذلك بمناسبة الدورة الثلاثين لمهرجان الطرب الغرناطي واتحفت فرقة المأهد الجهوي للموسيقى والفن الكوليغرافي وفرقة الرباط للطرب الغرناطي وفرقة نسيم الأندلس للطرب الغرناطي الجمهور الذي حجد لمسرح محمد السادس بوجدة بباقة متميزة من إبداعاتها والهدف من هذا المهرجان هو الحفاظ على أثورات اللامد الأصيل المتمثل في الطرب الغرناطي وتعليمه وتشريبه لألفئة الناشئة وهم الشباب المستقبل وهم من يحملون مشعل هذا الفن هذه الأمسية الفنية شكلت مناسبة لعدد من المواهب المتميزة والفنانين الشباب لتشنيف مسامي الجمهور الحاضر بمقطوعات عذبة تم أداؤها ببرعة متنهية وجرى بالمناسبة أيضا تكريم الفنان عمر شهيد مايستر فرقة نسيم الأندلس والباحث في الطرب الغرناطي بهاء الرنض قد تم تكريمي في هذه الدورة وأنا جد سعيد بهذا التكريم وفي الحقيقة يصحى التعبير هو تكريف أكثر من ما هو تشريف لأنه ربما هناك أيضا عمل كبير في هذا الميدان في مجال البحث ومجال الاشتغال في هذه الدورات الغرناطي تكريمي في إطار هذه الدورة الثلاثين هو شرف وهو كذلك مسؤولي على عتقي باش نزيد نستمر في هذا الميدان نستمر بالبحث فيه إلى جانب رفقاء الدرب برنامج هذا الموعدية الثقافية المنظم هذه السنة تحت شعار الطرب الغرناطي التقاء وتعيش الثقافات يتضمن تنظيم ندوات تتمحور حول الأوجه الحضارية لهذا الطرب الأصيل إضافة إلى مسابقة في الموسيقى كما تقترح الدورة وثلاثون من المهرجان تنظيم حفلات الطرب الغرناطي بالمراكب الثقافي الإجراضة وتقديم قراءة في كتاب عنوان الموسيقى الأندلسية في الغربي الإسلامي فنيا دائما وتحت شعار التراث الموسيقي المغربي رابطة روحية بين الأجيال تم تنظيم المهرجان الدولي لتراث الموسيقي المغربي بمدينة الدار البيضاء فطنة بوت ومصطفى ودعه فنانون شباب أحيوا النسخة الأولى من المهرجان بأغاني خالدة لموسيقيين وفنانين أطروا الصاحة الفنية المغربية بإبداعات هي مدرسة للجيل الجديد نحيوا هذه الخالدات ونحاولوا نعطوها بواحد منظور شبابي بواحد طاقة شابة عندنا تبارك الله مجموعة هذه المغنيين ومجموعة هذه الموسيقيين أنا لي الشرف أن نتعامل معهم لأنه يعتبروا من أحسن ومن خيرة الموسيقيين في المغرب أنا فرحانة بزاف بمشاركتي في هذا المهرجان اللي كيقدم الأغنية المغربية وإحنا بدورنا كنحاولوا هاد الأغنية نزيد ونقربوها للشباب باش يسمع لها ويتضوقها اليوم نسمعوه أغاني من التورات الخالدة المجموعة دي لرواد الأغنية المغربية اليوم إن شاء الله نغني مجموعة دي أغاني مثل مناء إلا بشار يا بنت المدينة يا الناسي فالمهرجان في نسخته الأولى يروا منشر التقافة المغربية على المستوى الوطني والعربي والإفريقي والدولي والحفاظ على خصوصية الترات التقافي المغربي التقليدي وتطويره وتعزيزه في مواجهة التيارات الفنية الحديثة الهدف ديالو هو نزيده بتورات ديالنا القدام ونحاول نعطيه المكانة اللي خصوصي استحقها بين التعبيرات التقافية والموسيقية المغربية والعالمية حضور جماهيري متميز تابع انطلاقة المهرجان بالأغاني الخالدة وموعده في اليومين المتبقيين مع توحيد جناو والعيطة ثم جيل جلال وعيساوة من أجل خلق تآذر جديد لهذه الأنواع الموسيقية ونبقى في الدار البيضاء حيث عرض عدد من الفنانين لوحات فن الشارع ثلاثون عملا فنيا يمزج بين مختلف الأساليب والتقنيات ويثمن التراث بلمسة مغربية وكذا التنوع الثقافي الذي تزخر به بلدنا فاطنة أبوت ومصطفى أودا من فضاء الشارع إلى قاعات العرض يرحل فن جدار الشارع معبدا طريقه إلى المعارض والمتاعف مبدعوه فنانون ذو رسالة ورؤى إنهم عين مبدعة على المعيش المغربي تراثه وتيماته وتقاليده زخم ألوان ومساحة حلمين وجمال يطفح بالأحاسيس فنان هذا المعرض الجماعي يتلمسون خطوات بتباة نحو العالمية على منوالي فناني الشارع الباريسي يراكمون تجربة لفن لصيق بالناس نحن في حديقة دار الفنون بالدار البيضاء هي لمحة عن هذا التاريخ أو هذا البخكوخ ديالستريت أرت ديالباريس وليكي قدم ستين عام دياللستوار ديالفن الشارع أو ستريت أرت باريزيان فن الشارع الباريسي في حديقة دار الفنون بالبيضاء ألوان وأفكار وأحلام لجيل يعشق الحرية ويتمرد على القوانب النمطية ويتكلم فنًا بلسان الناس أعيد انتخاب السيد فايصل العرايشي بالإجماع رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية لولاية جديدة وذلك في عقاب الجمع العام الانتخابي الذي عقد الجمعة بمقر اللجنة الأولمبية بالرباط وجاء انتخاب السيد العرايشي وكيل اللائحة الوحيدة بعد حصوله على 27 صوتا من مجموعة 27 صوتا معبر عنها من الجامعات الأولمبية وبالمناسبة كشف السيد العرايشي النقاب عن خارطة الطريق للسنوات المقبلة حيث تتجه اللجنة إلى إنشاء مركز رياضي عالمي سيتضمن منشآت عالية الجودة ومتعددة التخصصات سيقدم خدمات متنوعة في مجال التكوين والإعداد والمواكبة والمتابعة لتكريس النتائج المحققة ومواصلة مصار الإنجازات الكبرى في المجال الرياضي وتم خلال الجمع العام العادي لللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المنعقدة الجمعة أيضا مناقشة والمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبيين والماليين لسنتين 2021 و2022 أنظار عشاق كرة القدم ستتجه يوم السبت سوب الدار البيضاء حيث يواجه ممثل كرة القدم الوطنية الوداد الرياضي فريق ماميلودي سانداونز الجنوب الأفريقي برسم ذهب نصف نيائي دوري أبطال إفريقيا حاملوا اللقب رفقة المدربي الجديد يعول على جمهوره لكسب الرهان ومواصلة المشوار اتسام أدريس والتفاصيل الوداد البيضوي في المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا والطارق نحو اللقب الرابع رهين بتجاوز عقبة ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي ذهبا وإيابا ليدخل التاريخ كأول فريق مغربي يحرز لقب تشامبيونز ليغا في نسختين متتاليتين ويصبح بالتالي من أكبر الأندية الحائزة على هذا اللقب ورغم أن الوداد انتزعت أهلا صعبا إلى دور النصف النهائي أمام سينبا التنزاني بعد الاحتكام إلى ضربة الحض في لقاء الإياب إلا أن عاملي الأرض والجمهور قد يمنح كتيبة المدرب البلجيكي الجديد سفين فاندير بروك الثقة لإنهاء موقعة الذهب بنتيجة قوية تسهل مأمورية النادي الأحمر في الفيرسفيلد بجنوب إفريقيا خلال لقاء الإياب يجب أن نمنح الثقة فيما نتوفر عليه من إمكانيات لقد اشغلنا كثيرا على تقوية خطوط الدفاع والهجوم وتجاوز مشكل الإصابات التي يعاني منها النادي وسنسعى للبحث عن تغارات للوصول إلى هدفنا نادي ماميلودي ساندونز الجنوب أفريقي الذي قدم أداء المحترم منذ انطلاق المنافسة لن يتنازل عن حلم التتويج بلقب يحمل نسخة واحدة في خزانته عندما كان بطل المصابقة القارية عام 2016 لفوزه في النهائي ذهبا وإيابا على نادي الزمالك المصري ماميلودي ساندونز الذي قرأ الخصم جيدا مطالب بالإعداد البدني والنفسي الجيد لتجوز رهبة ملعب الرعب بجماهيره الحمراء التي شكلت دوما سندا قويا الوداد البيضوي صاحب الخبرة الكبيرة إفريقيا يلعب غدا كامل أوراقه للإطاحة بخصم لن يكون سهلا سيخرج بالتأكيد كل أسلحته لتأمين مباراة الذهب والوداد بسلاحي الخبرة والجمهور كفيلاني بتحقيق الفوز اللحظة مشاهدين أن توقف عند جديد حالة التقسي في بلادنا مع ليلة أغبال أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في النشرة الجوية يتوقع بحول الله أن يكون تقس نسبيا حار وذلك بدخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد مع تقس غائم سيعطي زخات مطارية بالواجهة المتوسطية بمنطقة الريف وكذلك بالشمال الشرقي مع زماء كذلك نسبيا غائمة ستعطي زخات مطارية أحيانا عاصفية بالأطلس المتوسط بالجنوب الشرقي وكذلك بجنوب المنطقة الشرقية وتكون فحب منخفضة مصحوبة بكتلين من الضباب بالقرب من الزوحل ورفع كذلك زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية درجات الحرارة القصوى ستعادل 25 درجة ستسجل بمدينة وجدة 26 درجة بالرباط 25 درجة بمدينة الدار البيضاء وكذلك بالطنجة 24 درجة بلغويرة حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية سيكون هذا إلى قليل الهيجان بالبغة سيكون البحر قليل الهيجان بعلو متر وعشرين سنتيمتر ما بين المهدية ومدينة الدخلة سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو ثلاثة أمتار وخمسين سنتيمتر ويباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى أجر بعلو مترين شكرا لك بالمتابعة وعود إلى بلات الأخبار خطأ من مشاهدينا هذا تذكير بأهم مجاة في النشر إرساء شركة استراتيجية شاملة نموذجية بين المغرب والبرتغال هدف حددته الدورة الرابع عشر لاجتماع رفيع المستوى المنعقد بلشبونة الدورة توجت بإعلان مشترك ضمنه دعم متجدد لمبادرة الحكم الذاتي المغرب والبرتغال يرحبان بترشح الثلاثين مع اسبانيا للصدافة المونديالي 2030 ترشيح يشكل سابق في تاريخ كرة القدم كونه يوحد لأول مرة دولا من قارتين مختلفتين ربط الأحواض المائية فيما بينها حل من بين الحلول الناجعة لتطبير إشكالية نقص الموارد المائية بين جهات المملكة والبداية بنقل فائض حوض سابوي لحوض أبي رقراء شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء